اسمحوا لأقتبس آيتين الآية الأولى ذكرها الرسول بطرس اللي عاش وعايش يسوع المسيح في سفر أعمال الرسل الإصحاح العاشر والآية الثمانية عشرين قال بطرس بوحي من الروح القدس عن يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس لأن الله كان معهم وعندما ابتدأ المسيح بخدمته عبر عن هدف والغرض من مجيءه والغرض من إرساليته في مجمع الناصرة عندما دفع إليه سفر إشعياء النبي مقتبسا الآية التي قيلت عن المسيح في إشعياء 61 أول آيتين بتتنبأ عن المسيح والرب يسوع اقتبس هذه الآيات وقال قد تم هذا اليوم في مسامعكم لكن المسيح عندما وقف في المجمع قال نفس الآيات روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب وللعمي بالبصر لأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة اللي هي سنة اليوبيل سنة الخمسين اللي فيها تحرير العبيد المظلومين وفك الأرض واسترجاع واسترداد كل شيء هو احتفال لسنة كاملة الأرض بترتاح والناس بترتاح وهذا وإذا في أي عبد بيع طبعا يسترد هذا العبد اشتركوا في القناة